طيب الواقع بيقول ايه؟ يعني حضرتك النهاردة بس خليني أسمع الأول إجابك عشان المشاهدين عايزين يعرفوا يروحوا يعملوا صناعة ولا يروحوا يشتروا أراضي ويعملوا تنمية عمرانية ويقدموا فيلل وشليهات وعمرات سكنية قلنا حضرتك الاتنين بيقدموا على بعض يعني أنا أنا مثلا المستخدم اللي يجي يعمل تنمية عقارية لما يكون عارف إن فيه اللي هو التنمية الصناعية مرتفعة في هذه المدينة عارف إنه هو لما يبني عقار هيتباع فلازم من دول مرتفع يعني هو هم دست سمار ودست سمار أبني عقار ولا أبني مصنع بس وقت أنا قلت لحضرتك بص حضرتك أنت سألت سؤال أحط فلوسي في البنك ولا أبني مصنع أنا أنا مع الابني مصنع عليك ولا اشتري حتة أرض أنا أنا الفكر التنمية حضرتك لما عايزة نمي لما أنا ببص تحت رجلية وعايزة أفيد نفسي بس أروح حط فلوسي في البنك لكن أنا عايزة أفيد أبني مصنع وشغل في مثلا 30 40 50 ألف عامل فده أنا بفيد نفسي وبفيد الناس اللي شغلين في المصنع وده تبقى تنمية مستدامة وبرضو البنك مهو بيأخذ الفلوس دي حضرتك مهو بينميها في الصناعة بيديها قارد من المصاري يعني ما بيحطهاش برضو كده حاجز فلازم اللي اتنين مع بعضيهم ولو أبني مصنع هشغل عمال يعني أنا أبني مصنع هاخد ربح أنا لو هحط في البنك هاخد ربح البنك هاستفادة لني شخصي وهقعد كده مفسوط ومية ميل لكن لما بابني والمصنع صعب شوية لكن أنا بشغل فراحتي إن أنا شغل 30 عامل 40 عامل ألف عامل في الصناعات اللي هي النسيج والغزل والنسيج والملابس فده هو ده اللي هينم البلد